الموضوع الكورونا والوباء والهلاك اللي حاصل لمن دول أكيد طبعاً أثر علينا طبعاً لازم كله يلتزم وكله يعني يلتزم بالأوامر الحكومة بتفرضها وزارة الصحة وموظمة الصحة العالمية نلتزم بها عشان إن شاء الله الأزمة يتعدى على خير وإن شاء الله بإذن الله هتعدى على خير وبسلام بإذن الله فعلاً الإشاعة ديك انتشرت ومزالت منتشرة وبتنتشف أنه بيقال في هذه الإشاعة أنه وزارة العدل أو المحاكم سحبت دفاتر الطلاق والتصادق والرجعة وكل العهدى من المأزونين لفترة معينة طبعاً الكلام ده ما أنزل الله من سلطان وكلام ده إشاعة اللي مطلعين الإشاعة هذه الإشاعة سماسرة المأزونين أو ما يقال عنه المنتحلي صفة المأزونين المنتشرين في جمهورية مصر العربية وبين أخواروا في المجتمع وهم عبارة عن سرطان في المجتمع سماسرة المأزون اللي افترض مثلاً اي مأزون مثلاً مية في المية اي عامل شغلي مية في المية من قبل كورونا بحاجات بسيطة كما بدأ ويعني بشتغل الدين في المية يعني اهو الله شغل مش ضئيل مفيش شغل خالص يعني كمأزون ممكن واحد يخطأ أنا بفتح طبعاً مكتبي من واحدة بالضبط لخمسة مساء ملتزم جداً بالتعاليم ملتزم ليه؟ لأن أنا أصلاً ملتزم بفضل الله ملتزم في شغلي ملتزم في صحتي وخاف على جيراني وخاف على أولادي فأنا بأفر أدي حاجة الثانية لما يجيني واحد في غير التوقيت برا وقت الحظ يعني السلسار يروح معاه ويروح بقى الفرح بقى وهيصة وزغريت وبتاعه وحر وقفلين ومية واحد في الفرح وكل رضا امتشر أنا أرفض 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 عشان صحتي أرفض عشان مبتامعي أرفض عشان بلدي أرفض عشان رئيسي اللي احنا كلنا طبعاً كل واحد في مكانه يلتزم بأوامر الدولة كده إن شاء الله نعدي بسلام إن شاء الله إيه أطرف حاجة حصلت لك تلين فترة الكورونا كمان والله أطرف حاجة حصلت في خلال الكورونا أنا خواف جداً وبخاف على صحتك جداً قوي فأنا من طبيعتي بقول كلمتين بتاع كده يعني أي زوجة فأنا من طبيع العريس أنا أقطنه في التليفون الزوج يكون حاضر في البيت طبعاً الزوج وآآ في البيت عندي الزوج والزوجة والوكيل والإبنين شوق فقال لي معليش يعني الشيخ عاملنا بس عدية وبتاعه وفي مكان كده يعني في البيت وكده ومعليش تعالى معنا البيت يا عم أنا بروحش للبيوت وبتاعه وكلام ده بيش هينفع قال لا ده حالة بسيطة يعني بس يعني بس يعني هبتلتين على خمسة أو ستة بكتير وأنا بقى هنظامهم بقوا لابس الكمامة أنا مرتدي الكمامة الكمامة بتاعتي إيه؟ على طول ماشي بالكمامة وأنا أول ما رحت من على باب البيت لقيت زحمة رهيبة وحرمون وأنا جبان وخواه بخب جداً والفيروس منتشر فرحت لفف ظهري وهمشي راح مسكني فعلي عمشي قلم الشيخ صلاح جات الشيخ صلاح جات دخلت ألا ده جوة مفيش أي حاج القوضة تمام دخلت على القوضة زحمة نار زحمة رهيبة وأنا بس قلت الحمد لله رب العالمين هخرج من هنا على الحاجر الصحي وأنا بقى 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 مالاش حال تبعمل إيه؟ طبعاً الحياة حيوة قلت لهم أنا معلش نسيت دفتر الجواز في البيت أنا نسيت وجبت معاه دفتر مراجعة يعني الديني بس عشر ده واحد يجي معاه لا يزي هبقولي كلمتين تبقولي الإشار تبقولي دية بس واحد يجي معاه روحت وطالع أنا ركل عالميتي بيت بره على الشهر روحت وطالع بره الناس كلها أجريت ورايا أنا أجري هم هيجروا أنا أجري وشدوا مني في الشمطة وأنا قلتون من الأيوم كأن هتكتبوا تكتبوا في الاسم بقى تروح بقى موتونين أنا مش خالق وفعلاً مشيت لموا بقى بعضين مبتاع وخمس نفار بقى جمعوا المكتب وكتبوا والناس عما تدحق بقول كورونا مش كورونا ربنا إن شاء الله ينجينا ونجي مصر إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله مصر هتبقى يعني بلد طيبة وبلد جميلة ومذكورة في القرآن الكريم محافظة ربنا